اشتركوا في القناة يعني تأكد كمان على الاجابة اللي انت كنت حللها غلط تأكد على الصح بتاحها وتحلها تاني في الكشكول علشان تستفيد اكبر استفادة من الفيديو طيب يلا بسم الله اول سؤال معي هنا بيقول لي عندي كلمة color يعني لون الماضي من have وعندي دون اول سؤال بيقول لي what did you what did you عايز دد هنا يا حبيبي عايزة فعل في المصدر في ان الفعل في المصدر color ده طبعا مش فعل اصلا فمش هينفع نختاره عندي had وعندي do had مش فعل في المصدر do هي اللي فعل في المصدر فwhat did you do هي دي الاجابة الصح ان شاء الله what did you do ماذا انت فعلت فقال له ايه i not some homework about chameleons انا عندي بعض الواجب يبقى انا اخست بعض الواجب i had يبقى الفراغ التاني هيبقى had وطبعا اخر فراغ i think انا اعتقد chameleons change يبقى تغير الحرباء تغير change color تغير لونها طيب نيجي نشوف القطع الباسج بيقول yesterday i went to the zoo يعني مبارح ذهبت الى حديقة الحيوان i went there with my family رحت مع عائلتي we went there by car رحنا بالسيارة it was sunny and we all enjoyed watching the animals playing and eating استمتعنا بمشاهدة الحيوانات تلعب وتأكل we were نحن كنا happy سعداء اول سؤال بيقول لي yesterday مبارح i went to the zoo رحنا فين هيبقى went to the zoo رحنا حديقة الحيوان السؤال التاني we went there احنا رحنا هناك buy هتبقى buy ايه هتبقى buy car رحنا بالسيارة تالت سؤال we were نحن كنا ايه هتبقى happy سعداء we were happy طبعا كل الاجابات دي هتلاقيها هنا في القطع اقرأ القطع مرة واثنين وثلاثة we went with my احنا ذهبنا مع ايه هتبقى with my family مع عائلتنا it was sunny امبارح كان ايه it was sunny yesterday امبارح كان sunny مش miss هو قيل لنا كده في القطع اتوصني اهي كلمة sunny اهي القطع ده بقول لك هو مديك يعني درجات كده هدية فحاول تركز وتطلع الاجابة من قلب الكلام اللي في القطع طيب 187 صفحة 187 بيقول لي هنا اول سؤال i should انا ينبغي my password secret يبقى keep ان انا احافظ على كلمة المرور secret سري السؤال التاني they love playing games اسمها computer games computer games رقم ثلاثة you can ideas with your friend يبقى you can share يمكن ان تشارك الافكار مع اصدقائك رقم اربع we connect with people we don't know ناس لا نعرفهم we don't know يعني لا نعرفهم ناس احنا ما نعرفهم يبقى we shouldn't لا ينبغي ان نتواصل مع ناس ما نعرفهم مش لا نعرفهم رقم خمسة we leave a نحن نغادر we leave a from our digital footprint طبعا ده سؤال من الدروس الملغية بيقولك نحن نترك ايه وراء انا نترك رود طريق من البصمة بتاعتنا ال food print ال digital footprint طيب هنا طبعا القصة بيقولك داليا works with داليا كانت شغلة في الايه هتبقى agriculture في الزراعة داليا's grand mom mixed delicious ديبقى داليا جدد داليا كانت بتعمل ايه لذيذة يبقى كيك نشوف السؤال بتاع rearrange اول حاجة بيقولي ابدأ ب that اللي هي that is that's a lovely idea انها فكرة جميلة لو اعطين سأيه الادي طيب السؤال الثاني بيقولي هنا what هبدأ ب what يبقى what are precious metal ده طبعا سؤال من الدروس الملغية في الترمدة what are precious metal طيب السؤال الثالث بيقولي ابدأ ب we هبدأ ب we we should stay safe online يجب ان نبقى امنين على الانترنت السؤال الرابع بيقولي ابدأ ب I I sent an email to my grandma انا 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 اشهي جنة شوف انت حلك كان صح او غلط لو حل غلط اعيد تاني الجملة في قلب الكشكول بتاعك وحلها تاني نجي لصفحة 189 بيقولي هنا read and complete the text with the words in the box من الكلمات اللي في هذه المربعة نقرأ الأول وبعد كده نشوف هنحط إيه في النقط دي أول حاجة عندي كلمة hour يعني ساعة كلمة give يعني يعطي كلمة playing يلعب كلمة make يصنع بيقولي my sister Hiba has a new cell phone أختي Hiba لديها تليفون جديد cell phone she spend a lot of time on it هي بتقضي وقت طويل كثير من الوقت بتعمل إيه عليها مش هينفع غير كلمة playing يبقى بتلعب عليه playing on it طيب بيقولي هنا she doesn't talk to me هي ما بتكلمش معي I make very angry I am very angry يعني أنا غاضب جدا I am very angry my sister doesn't friend this or go outside يبقى أختي ما بتعملش إيه friend this أصدقاء يعني إيه لا يكون صدقات أو تكون صدقات اسمها make friend this make friend this يبقى يكون صدقات بيجي معاه الفعل make والماضي من make made اللي اتنين ينفعوا بس احنا هنا عندنا make يبقى make friend this وكمان doesn't لازم يجي وراه فعل في المصدر فما ينفعش هنا made يبقى doesn't make طيب I advised here to stay for one every day أنا نصحتها أن هي تعد one يعني إيه one ساعة واحدة على التليفون كل يوم يبقى one hour one hour ما بنتقش حرف ال H يبقى one hour تعالى نشوف هنا التوصيل بيقول لي we use silver نحن بنستخدم الفدة هيبقى رقم ب and the gold in cell phones منستخدم الفدة والدهب في التليفونات المحمولة طيب السؤال الثاني you should turn ينبغي أن turn هتبقى رقم A your phone off at night تقفل تليفونك في الليل يبقى تبقى رقم A رقم ثلاثة when we go online عندما ندخل على الانترنت we هتبقى C we leave a footprint بنترك بصمة أو بنترك طريق طبعا ممكن ده في الدرس الملغي وممكن الناس تتبع وتخش على على المواقع اللي احنا كنا دخلين عليها قبل كده يعني طيب هنا أربعة remember يعني تذكر هتبقى رقم D to be respectful online يعني تذكر أن تكون أو تتحلى بالاحترام على الانترنت طيب تعالا معايا نقرأ القطعة مع بعض طبعا لازم تقرأ الأسئلة بتاعت القطعة كويس قوي الأول وبعد كده ترجع تقرأ القطعة هتلاقي إن شاء الله الإجابات واضحة there are two different types of metal in cell phones يوجد نوعين مختلفين من المعادن في التلفونات المحمولة they are precious metals يوجد معادن النفيثة أو الغالية and rare earth metal ومعادن الأرض النادرة gold and silver are precious metals اللي الدهب والفدة يكونوا معادن نفيثة they are very expensive هما غاليين جدا ليه بقى because they conduct electricity will لإن هما جيدين التوصيل للكهرباء we can find rare earth metal deep in the ground ممكن أن نجد معادن الأرض النادرة في أعماق ground الأرض we cool them ونحن بنسميهم rare earth metal معادن الأرض النادرة ليه بقى بنسميهم كده because they aren't in a pure form they are mixed with other metals لأنهم ما بيكونوش في الصورة البيور بتاعتهم الصورة الخام بتاعتهم ودايما بيكونوا مكسد مختلطين بمعادن أخرى عشان كده بنسميهم معادن الأرض النادرة rare earth these metals make the cell phone light up and vibrate وهذه المعادن هي اللي بتخلي إن التليفون light up بينور وvibrate vibrate يعني يتحرك تعالي نشوفي الأسئلة على اللي في صفحة 190 سؤال على القطعة بيقولي there are there are you get a different type بيوجد you get two you get نعين من المعادن في التليفون طبعا ده سؤال الأسئلة دي على الدروس اللي هي كانت ملغية قبل كده طيب بيقولي هنا conduct electricity will ايه اللي بيجيد التوصيل للكهرباء قال لي معدنين gold and silver الدهب والفدة طيب السؤال التالت هنا بيقولي why do you call some metals rare earth metals ليه احنا بنسمي معادن بعض المعادن بنسميها بمعادن الأرض النادرة طبعا الإجابة احنا لسه قيلينها ورا هي انا ما كتبنا هاش علمتلك عليها هي because طبعا احنا بنسميها ليه معادن الأرض النادرة اكتب كده من أول طبعا السؤال بwhy لازم اجاب عليه because يامة تو زي اتفعل في المصدر because هيجي وراها جملة كاملة يبقى نقول because they aren't in a pure form ده السؤال التالت they are mixed with other metals لحد النقطة هنا من أول كلمة because لحد النقطة هنا طيب تعال نكمل بيقولي هنا what are precious metals ما هي المعادن النفيسة أو الغالية طبعا بيبقى الجولد and silver الذهب والفضة للترتيب اللي في صفحة 190 بيقولي أبدأ هنا بالcamelions يبقى camelions have amazing eyes الحرباء الحرباء لديها عيون رائعة طيب هنا بيقولي أبدأ في الجملة الثانية أبدأ ب I يبقى I I uploaded a video with friend with friend I uploaded a video with friend طيب الجملة الثالثة بيبدأ ب remember يبقى remember عملت فيه تغيير أحطي تحت خط طبعا ما فيش حاجة تانية تتعامل في الآخر هنحط علامة الاستفهام الكويسشن مارك علشان ده سؤال بادئ بأداة استفهام وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا ما ننسيش اعمل لايك للفيديو وعلق لي تعليق باللي انت شايفه علق لي تعليق كده كويس كده زيك وما تنسيش تشير الفيديو مع أصحابك عشان يستفيدهم كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته